موسيقى بوم بي او ام بي بوم يعني طافة عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة بس كثرة القلق والهم خر الشباب البوم بوم 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 شباب البوم يا ضحكة والبسمة دامة مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة الضرانة وارظهور نو ما ننساه شباب البوم داما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرساق بنا سباب البوم موسيقى ابو اوك الفيلم البطل يا عيال اعطيه تقييم عشرة من عشرة يش يا خطير والله انك بالاقت اعطيه سبعة من عشرة ويخب عليه بعد هيا يا فاجل ايش تبكي؟ عشان المسلسل اي مسلسل يا سبك بعدين استلفتك اذا شفت فيلم كوميدي تبكي واذا شفت فيلم حزيل تضحك يا عيال امني اتحياتي اني امثل حتى لو كنبارس ان شاء الله انا راح اصير بنجمة شباك وانا امشي على زل الاحمر اما عاد زل الاحمر نتحدك مشروع صباب بعروس جلدك اسمع شكر ورا ما تكلم خالك خالك الممثل طلعت تخليه يتوسط لنا المثل والله ياليت لكن هو بطل تمثيل هنحس بمنتجيه هذا وقتا خلنا تعشي عيال يالله عمايره خسرتنا مقاولاته خسرتنا فتحت لك حلات ويومين بس اللجاطة ينزل زبول هل ايوم جيت الشرطة حاطيني اللي يزلوا بله كيس هلو ما يصيد لا 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 انا ما عندي الله حلية امه تنجل كفالتك ولا خروج نهائي فهمت ولا لا ابوس ايدك اديني فرصة اخيرا وبجد مش هتندم المره دي انا النهاردة حرفك على ولد تتمنى ان ولادك يطلعوا نصه يا سلام عبقرية فزة دماغه دي عبارة عن تلكليتر مش ممكن حسابات ومكاسب فقط الولد دوت بجد هيكسبك مكاسب هائلة مش كده وبس هيخليك مشهور اشهر من اي حد مشهور في حياتك شهرى وش بيخليني يعني راس حربي بالهلال تذر صباح الفل والياسمين على نجوم المجتمع المنورين ياه هلا اهلا 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 اصيص متحد ازاك يا محمود بيه حبدالله السلامة بمه الحليل متحد لسه كنت بحكي لك عنه انت جيت على السيرة يا المتحد بجد متحد شخصية عبقرية فزة اخلص عليه لعطي انت راس تجد ولا مش روح فاضر حضر وش هادة هادة الجسة ولا كتاب قراعي ده نص الفيلم سينمائي كاتب وكاتب كبير كل اللي محتاجينه ليه منتج محترم يعملوا دعاية اعلانات طرق الكباري كل السينمات الخليجية والعالمية خد المفاجة المفاجعة الكبيرة بق يا ليه الاراضات المتوقعة منه تلاتة مريون دولار ثلاثة مليون دولار وكم يكلف هذا تاجو ستة مليون دولار مال مش بقولك عبقرية فزة تصرف ستة يجيلك تلاتة هو يعني اللي تصرفه حسن مننا ولا لا يرجع حسن مننا بوظر معاك انت لو هتجيبني مصف اول هتصرف مليون دولار واحد بس لو هتجيب ممثلين من الشارع هتخلص بمئة ألف دولار بس في جميع الأحوال لازم نجيب نجمي سوى علينا تجيبني من الشارع يا محمود لو يوجوهم باليومية ما رسوة انا برضو عمل حسابي ان انا اجيب الواد مصطفى المليس الواد ده شطر في الدعاية قوي عشان موضوع ان احنا نعمل اختوارات الممثلين والأجر والحاجات دي هي هي اقتصاد اقتصاد يا بالاخر هي اقتصاد يا محمود انا رايي حتى لو هنجيب ممثلين من الشارع او باليوميزة ما حضرتك بتقول نجيب نجم نجم سوبرستار واد ألمار كده جميل وسيم ونديله غير أجره عشرة في المية من التكن بتاعت السينما وبقى الممثلين نديلهم خمسة في المية الى جانب أجرهم برضو انت ايه رايات يقولك في الموضوع ده بس المشكلة دلوقتي ان نكمل وسيم وادوحة احمد عز مش فاضي امير قرارة وسيم وامور وكل حاجة بس الفيلم مش هاكشلنا بايومي فؤاد شغال ما هيعتذر طب نجيب من محمد الرمضان فخناقه باي مش هاينفع دلوقتي طب نجيب من المتقوب معانا كله كله محمود انت قليق واحد للطور بجد بجد وبيضمه جاملة وبما اني بقى زيتنا في دقيقنا وانت بطل الفيلم يبقى انا المخرج عامر تعرف شرخان؟ لا ما عرفه تبغى تمثل ومتعرف شرخان؟ يا غبيه هذا افضل ممثل في الهند طلع هندي شرخان هندي؟ ياوا تعرف شرخان طلع هندي صدق والله حتى انا حسب عراقي مسوي جايب معلومة فنية ورع كلنا نعرف انه هندي يا عيال العامل اللي ضبطنا الملحق رسل لي رسالة مطلوب ممثلين غريبة اخينا متحقق حلمي طيب متيبونهم؟ بكرة جدام اوف 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 ابوك يا الزحمة صفين عند حلاق ذولين يلا يا شباب ترتبوا ترتبوا ويش الحدسين هذا؟ صفوا سنة صفوا سنة يا عيال هذا مو بعبد الله والدبع بيت الا والله شا عنده هنا؟ شكله هو المسؤول قصر صوتك لا يسمعك شا عندك هنب هذا؟ العامل مصطفى رسل لي رسالة؟ مصطفى ايه وش عشانه تليس في الشقة؟ لا الله يطول عمر كنت فاهم غلطة عشان التمثيل اوو تمثيل؟ شا عندك هنب التمثيل؟ انت مفيدين فنوت فيفا يا بو طلاتة ما شاء الله دمك خفيف اوه اسكت الو خلاص اقطع الصوت سلمات ورا ينفق ذا؟ يا عامل هدو وضعت الفن كده يبيني صبر لا تنسي عامل الفنة رسالة ايه يواضح وينش أنبك عامل اه وش هو الدور اني تفضلت يا بعد حانيا الارضي لا بالش حبيب الارضي سكن عندنا الربع والروف ينفع؟ ايه ينفع أنا من يقصد الدور تمثيل إيه بسته هو يقول الروف موجود والدور الرابع موجود يطاقطق عليك أمي طاقطق آه بطاقطق آه طاقطق المثل الناجح يلعب كل الأدوار الله أكبر أذن العصر إنت قلد لي واحد من خرعون تهول إيدا؟ بتحس أن هو حامل المرغاني بتاع الخليج حاهاهاهاهاهاهاهاهاها انت مشوير باتوش عندك سلامتك الله يسلبك يا حج لا ده لو نفتني شعر وش أنا بو عندي مشويرك نقم مديل رعب ينفع تسليفني شعرك وشربك؟ لا 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 ما بدر! أنا عصلك بتس Gothو أهم يشاور بسترون بيتكلمش ليه؟ يمكن أنا على الصع испك بسم الله الرحمن الرحيم في ن semble推ر PLAY nearby لعيش لأن عباله إيه؟ ده بحتاج تشطيب كتير وصنفارة وكلام له أما تشطيب واضح إنك مقاول وما لك علاقة بالأخراج وما بيخرج ومبرر بشدر وبرق لقعان طيب وروف يعمل حج سكننا في الخروف يلا بسلام طب شويش يا أخي لا تدف يلا يلا لا تدف يا برحام يلا ممزينكم ممزين شركاتكم أنتم كل شي تنفعون له لتمثيج لا أشوفكم يلا برا أقول سجها بس أنتم الخسرانين حسبوك يا يلا مرة يلا التكفى يا عبدالله الله يخليك أكلم مع أبوك عشان أطلع في التلفزيون قالها خالي الفنان الكبير طلعها تنازل في الوسط الفني دايما الناجح محارب أنت خالك الفنان طلعها تنازل؟ ايه أقولك بكل مخال والفنان طلعها تنازل إزاي طلعته نازل في نفس الوعتراض ده كداب كداب بس فنان ده كان كدبا مشك قالهم يمثل معنا لكن شارطا أن أخويا والثلاثة يمثلون وهو يشتغل بلانتاج أخوات الثلاثة يمثلون ايه باقي أنا ما بحثتوني حبيبي كان على الفحص الدكتور المستنيك تاني أو دايمين هيكشف عليك يا أبويا ما بجاء المستشفى أنا جايب يمثل آآ جايب يتمثل هتوررين أي النهاردة؟ أنا أنسى أنا أحب أتجلد الأصوات تبينا أتجلدك صوت البعير الشبعان؟ لا للأسف البعير الشبعان يتسكن خلاص بس عندنا دور مهم البعير الجعان لو أنفعته لدهولنا لا بودا البعير الشبعان اللي يتسكن بص انت متعبش نفسك هو الدكتور المستنيك هرحصك وتبقى زي الفل اللي عاملك مسح سلامة كان عايز ياخد دورك أنا وانا مشيت وخلاص أنا وعاتك بين الشباب متاعك خلاص فضل يا خال شكر يا ولد أختي شرط علي عشان يشغلني في الانتاج ويشغل الشباب في التمثيل انه أجيبك بطل في هذا الفيلم وبيكون أجرك عشرة في المئية من أرباح الفيلم يا ولد أختي المنتج هذا أنا ما أعرفه ولا قد سمعت عنه شيء ها انت قلت ما أعرفه المنتج هذا داخل السوق بقوة وإن شاء الله يا رب يغير وجهة نظرك عن المنتجين والله ما أدليش أقول لك أولد أختي ها بشر وش قال ما يحتاج يتاب واضح على وجهك خالي وافق يا حيان خالي وافق ايوه قالوا والله انت يا شوكش هتبقى مدير الانتاج أزهومة أبشر مدير الانتاج أبشر يعملوا حد تاني عادي أنا سويها وردينا كده أقول أبشر حل يا خلاص انت أبشر انت يا عامر ولد أم حنان إيه بس أنا ولد أمي صالح صح ولا لا يا عيال إلا إلا بالفيلم يا غبي إيه بالفيلم عادي حتى لو تبيني ولد أم كفتة لا نبيك ولد أم حنان انت تبيه وتبي تزوجه بس هي رفضتك ما تبيك ما تبي إلا أنا تحب أنه تموت بدبديبي مدعي عليها دي وانت بقى حبيبي هتعمل سواء حنان دور الهندي واسمك عبد الغفار لا لا يا محمود أنا أختلف معك بقى هالنقطة هذا يصير أبوه بل فيلم أبوك هي أبوه نفسه أبوه نفسه 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 بابا نرحمه وكم بيقص نفس القصة دي نفسه نفسه سبحان الله العظيم الله يرحمه أبوه سبحان الله العظيم نبذل بلا طب خلاص معلش لا إلا الله معلش تعيش وتفتكر هو كل ما يفتكر بابا بيغاضي يتحكد دقيقة الله يطول عمرك أنت وإياه أنا أبو مين أبوه يا أنا بالفيلم ما تبي تبثل إلا أبغى أمثل بش ساحش دعم أبغى أمثل لو تبي أصير جدك ما عندي مشكلة تصدق تشمه الجددي لكن إن شاء الله بالجزء الثاني نحط لك دوع أبغى أبغى هو أبغى ميفتكر جدو بيغضي عيض كدة أقم أنت بأعى أم كباب لاااااو موب كباب بس كفتة يا سيدعة كلها مشاوية أم كفتة أنا هتدي لك دور أخو حنان شكرا يا ناجح إلا لا لا إله إلا الله ده بيتكلم إيه يتكلم الله طب بيتكلم أنا يدي له دور كبير هكت فاكره بيتكلمش على أموم انت معايا ما تقلقش يعني أما بقى السيد طلعة تنازل الراجل اللي أنا مش طهي اسمه ده هيعمل أبو حنان طبعا وانا البطل بنده وأي واحد سوينا له كاسنج هنا لا تشوفه آيلي يجفلنا نهائيا ونبي يصور هالدي أكشن آحى ها أما بوك ذك الشائب لايب عليك يا ياسل المثل الشاطر يلعب أي دور طيب العيال متى التصوير؟ اسأل مدير انتاج الاستاذ شوكوش متى يبدل التصوير يشوكوش التصوير بعدي يومين المشكلة يبغوا مني بيت والمنتج قال يعطيك 1000 ريال ألف ريال ألف ريال؟ طب عادي تعون تصورون في بيتنا من جدك؟ هي من جدي بس هام شيء ما تعطون إلا بعد ما ينامون какую هالي يجي بالأدب موسيقى هاي أسمع أنتوا إياه أهلي نايمين تمثيل بس بشويش أوكي؟ يا أبا المطمخ وين؟ ريد نطمخ؟ يبغى نسأل أشياء يا حبيبنا يلا الياب ننزل كاميرا العدسات كله يا أبني أنت واوه الله أنا مش مكتفي معكم نخش بيدوه عشان أهلي نايمين الله ده أبدا العظيم كلمة عليها فاركش وبعدين تمام كده؟ ايه تمام تمام أهالي جامعة وصلا طيب كويس عشان نسلم عليهم ماشيو تفضل تفضل يا أخي المشهدين دول أتعرضهم يجي تمام مرات ورا بعض ومش فاهمهم يعدوا يعدوا أيهو بس إنه قال ملغي الدرابة اتغيرت الناس مش هادرة تفهم شكل الدرامة اصلا اختلف المشهد ده بعشاؤه 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 هتجنن وصوان يلا ملغي واحدة لا ألا مشهدي ولا ترى بتنطر دانتو العيام ياريتك قدمت بديئة واحدة لغيته خلاص لغيته؟ لغيته خلاص يلا يا ولد يلا أنتو ياه يلا ما أقذك بحاك أنا قدر ألغيه لأنا مستني المشهد ده بفروق صبر عندك مشهد مع أبو حنان بدايتك الحقيقية يا بطل عايزك تكسر الدنيا ده أول ظهور ليك في الفيلم تكسر الدنيا أبشر أبشر بعزك طيب الحين أنا جاهز للتمثيل متى أنا أبدأ؟ قدامنا دقائق بس بيعملوا مكياج والكلام ده والدقائق ونصور على طول مكياج؟ طيب وين نسوي المكياج؟ آه تعال صحيح المكياج معلي برشد أهلا نوم ربع شايف الورور اللي فوشي؟ رهيب رهيب آه هذا هذا يوا تستعيل بيه ده ده أشهر دهان فيك يا رياض أيوا هذا إيه في مسكرة هلو أنا معلي برشد أيوا عايزك تعمل للأستاذ هتديلوا الأول وشين صنفرة أيوا خلاص حدادي وبعدين صنفرة نعمة وبعدين هتقطبوا شوية معجون تمام؟ وتديلوا وش مكفي ماسي مافي مسكرة أنا أصوي أول ساي مأزون بعدين سوي نص وزه هذا بويا لما بعدين سوي ثاني وزه مافي كسم في طافي الله كسم ما لم تيطلق الله سلامات هذا بيدهم ملحق مو بوجه على مركة الله بسم الله الرحمن الرحيم ثري تو ون اكش بحنان لي وأنا لها مثل ما اكتفقت مع أبوي أنا عند كلمتي يا ولد يا عامر بس هي ما تبغاك يا ولد يا عامر هي تعتبرك زي أخوها حمزة وبعدين هي تبتاخل زميلة اللي في العمل هي بس واشتبي فيه شين وقصير وشايف نفسه كاك واش واني كصير وشايف نفسه ما تشوف واجهة كنت قسم بالله هذا المكتوب بالنص الحقيقة فعلا هو ده اللي مكتوب بالنص وده الواقع نغيره أنا المنتج بدل ما يقول هالجملة يقوله هالوسيم هالظريف هالخلوق مخجج هالبنات الله أحلى كتير بجد أحلى كتير يا ريتك انت اللي ألفت الفيلم خلاص يا ولد هنغير الجملة وهتقول زي ما المنتج قال وأنا نغيرك انتك لا لا خلاص خلاص أسوي اللي تبون برافو عليك فضل فن والد يبقى يبقى يا حي أنا طالدك تكفى أبي أمثل أبي أطلب التلفزيون تلفزيون بأيلك هذي سينما هذين خلاص خلاص أنا بقول للمقاول يدخلك يا غالاكشن مقاول مني والأكشن المخرج المخرج يعني لغالاكشن أتفت هبدي تتفت درعم ولا عليك منها مضرب على التايد رح يا أم حمود أيوه أول هدي يا بياد خلي هبقى أدحي يصور من وراها ما ويترك ولا دي لقيت أكشن وأنا امشى والأكشن يلا تفضلوا بسم الله ثري تو ون يلا ايه سلامات قصر صوتك هالي نايمين ثري تو ون يلا حنقل لي ولا لها مثل ما اتفقت مع أبوي عامر وط صوتك يا أخي أهلك نايمين كافي بيتنا وأنا أحر يا أخي ملقوف انتوا اشتبيبوا ببيتها هم ساجب أنا قاسف اللي تشوفوه غلط أعملوه يلا ثري تو ون يلا حنال لي وانا لها مثل ما اتفقت مع أبوي يا ولدي أنا عن كلمتي بس هي ما تبغاك وبعدين هي تعتبرك زي أخوها عمزة وهي تبغى زميلة اللي في العمل واشتبي فيه هذا الوسيم اللي حاط صبايكي آخر حبه في الدنيا كد هاي اللي ايه دا؟ من الحمار اللي عادة في الكدر دا؟ حماري قصني ولدي ولدي ابنت؟ ايه يا سبحاظ الله على الشبه مش بوبكي ممتاز يا عامر بس لو انت مضيفين جملة مخقق البنات تم ضبوع صح يلا تيك ثري ايه خلصونا انتو هي المايك لهذه باحنا معهم حد اضمانات ولا شيء يلا ترجم انتو ولد ولا ايه هقول لك ياه يا مامي بسم الله عليك بسم الله يا مامي بسم الله عليك عويد بلا مجي شمالك انت ملديوني الجنة منين الورد من أفلك ياه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السايم اعوذ بالله الشيطان الرجيم اكيد هذه احلام اخر الليل ما في احلام اخر الليل انا انسان موجود ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق يا طير، نظفي مرة ثانية ماما! 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 عنا تندر مية مية يال! تكفى يا أستاذ تكفى ودي لو مرة واحدة أقول أكشن إحنا في بيته برضو يا صحش قول أكشن عادي أقول عادي يا سيدي شكراً يا أستاذ لعفو يالله كفت أنا بقول أكشن 5 4 3 2 أكشن بس أنا أحب بندر وما بيتزوج غيره وعامر ذم أبي عامر حقودي أعرفه من يوم الاستراحة تزوجي بندر اللي هناك جالس عند التلفزيون كات هاين مشهد رائع مغسر جداً حنا لي وأنا له تسمع ولا لا ولا يأخذه غيري سلامات وش فيكم شخصاً المبوع طرع فيلم وتمثيل معلش هو تخمص الحالة شوية مش أكثر اهدى اهدى ساعة البشر يلا أستاذ تكفى عاد أول مرة بس أول مرة أقول فيها أكشن خليني يقولها قولها أكيد يلا ما تلب عليه مثل مرة ديك عيب يلا ياسر 5 4 3 2 أكشن بابا أبي أتزوج أجل أي يا ولادي أنت باقي صغير ما خلصت الجامعة أنت يا ولادي حلو ولازم تتعايش بهذاний وتغتنع فيه هاي هاي مشهد في كمة الرومانسية الله أكبر عليكم الله يا نجم انت برد بيت الخليج ها مش رأيك بالله زبطت المشهد اللي ما زبطته turn around اسفى اسفى sellamat عاما هذا مين ما في حد اه فهمتس تابين مئة ريال خلاص نضفيه عطيس مئة ريال لا كمسة مئة ريال عمى موجات انا يقول كلم انا ب كمسة ريال نظف كل هذا قول تم تم استر ما وضعت اقول سيقها والله مبسا على ذي سيقها الحين خلصنا تصوير الفيلم وين اجر بيتنا واجر انك ممثل واجور العيال وترى المفروض ناخد ثلوسنا قبل ما نبدأ تصوير يا عيال اهدم كذا اهدم كذا لا يا شيخ مبنت مدير الانتاج خلاص اجل جبهة انا بنفسي ما اخد حقي وخالي طرع واجع ومثل وما اخد يعني نزرفنا بعد يومين بينظر الفيلم شوفين الارادات والصحافة والاعلام وكلهم هننجم يا الله انا من يمصدق اني انا وفارس احلامي تحتك في واحد انا بحلم ولا علم لا انت بعلم ولا يشحل يا حبيبي تيها الوجه ي mientras ابدا لا بك انا شعرت الاداء المحير بصراحة يعني لا يعني قدر أقول لك أحقر أجمل أجمل فيلم شفته في حياتي يعني من فترة كبيرة بالتوفيق بالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله إيش هذا؟ لا إخراج ولا جصة ولا أداة فيلم بمشي حالك يا خالي هم شيء الناس كلها مبسوطة أبوك يا الجيل الجديم وش عرفك الناس أذواك اكتساح 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 برافو عليكم يا شباب شرفتونا وخليتوا رسلنا فوق في السماء هي دي الأفلام اللي تشد هي دي الأفلام المستعبل وأفلام الماضي وأفلام الحاضر الناس برا حتموت نفسيها بتقطع يديها من تسعيف حاجز المدة شهر قدام برافو عليكم أنا نفسي كمان حجنن إيه الفيلم زبالة اللي نجح دوت لأ ولسة اللي جاي أزبال